اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية في هذه المحاضرة رح نشرح موضوع مهم جدا جدا رح يختصر لنا الوقت والكثير من المميزات اللي هو اختصارات برمجة Visual Studio Code طبعا هذه المحاضرة برأيي من المحاضرات القيمة والمهمة والبسيطة ان شاء الله في البداية رح ننشئ ملف هذا الملف رح نسميه مثلا بها.html ومن ثم انتر طبعا هنا نقول عندك ملف ثاني يسمى بها ممكن هذا الملف نختصر من عنده رقب 2 ممتاز. طيب نفتح هذا الملف في برنامج فيجول ستوديو كود. عندنا اول اختصار اللي هو طبعا اختصار مهم كلش اللي هو رح يضيبن الخوارزمية الرئيسية بلغة الاشتيا مال. طبعا اذا اجي اضغط على شفت وعلامة التعجب اللي هي رقم واحد. هذا اللي هو علامة التعجب. بعد ما اضغط على علامة التعجب اضغط على المفتاح tab اللي هو صير باسفل حرف الذال. مفتاح tab اضغط عليه. راح نلاحظ انه البرنامج راح يضيفنه هذه الخوارزمية بشكل اساسي. طبعا عندنا هنا اول شيء document type اللي هو نوع الملف html طبعا هذي كلها خوارزمية متقدمة خاصة بيه الى html5 نفس الخوارزمية اللي تعلمناها مع اضافة بعض المميزات اللي هو نوع الملف html عندنا هنا مثلا language اللي هو اللغة سواء انه en او ar طبعا ممكن انه يعني نشيل هذي language ممكن نحذفها ممكن نلغيها ممتاز. عندنا هنا اللي هو hate. طبعا هنا هنا الهيد عندنا طبعا هذني الميتة. الميتة اللي هي charset utf 8 هذي اللي الميتة اللي تدعم اللغة العربية يعني اللي من خلالها نقدر نتعامل باللغة العربية بشكل. طبعا عندنا هذه بقية الاكواد هي اكواد خاصة بالhtml5 ممكن نتركها كما هي. عندنا هناك title اذا لاحظ انه title انضاف بشكل مباشر document راح اسمياني مثلا بها word. وطبعا هذا هو الهيد وعدنا هنا طبعا البودي وهنا نهاية ال html5. طبعا اذا اجي احفظ ctrl s ونجي هنا نسوي refresh. لاحظ انه بها word اصبح عندنا title. الاختصار التالي طبعا عندنا هنا البودي ممكن انه اضغط enter. الاختصار التالي لو وردت اضيف h1 اكتب h1 فقط بدون اقواس فقط h1 واضغط على المفتاح top بشكل مباشر راح يكمل لي هو وسم ال h1. طيب مثل ما تلاحظون انه تم اكمال وسم ال h1. طبعا اذا اجي اكتب هنا بها word. ctrl s. راح القى انه هذا اللي هو ال h1. طبعا بنفس الطريقة اللي هو مثلا ال h2. طب. او مثلا اه ممكن انه نضيف اه بارغراف نفس نفس الطريقة اكتب p وطب يكمل لي اياها ممكن اه نضيف مثلا اميج. اي ام جي. وطب ايضا يكمل لي اياها ورح يضيف لي السورس والالت اللي راح نتعلمه ان شاء الله لاحقا. اه ممكن انضيف اضيف div نكتب div. طب راح يكمل لي كل هذي الامور بشكل سريع. في حال لو اردت اضيف class مع div. اجي اكتب div. واضيف الكلاس بشكل مباشر اسم الكلاس. مثلا هذا div ارد اسمي بهاء. ارد اسمي الكلاس بهاء. اجي اكتب dot وبهاء. يعني اكتب اول مرة div. بعدين dot بهاء. بعدين اضغط على tab. راح لاحظ انه راح ينشئ لي div. راح لاحظ انه راح ينشئ لي div ويضيف الكلاس ويسمي هذي الكلاس بهاء. طبعا بنفس الطريقة لو اردت ااني مثلا. اتش وان وارد اضيف لكلاس. اكتب هنا انا اتش وان دوت بهاء. tab راح يضيف لي اتش وان ومن ثم طبعا ينشئ لي واسم بداية واسم نهاية ويضيف لكلاس. طبعا اجي هنا انا اضغط اه كليك واضيف مثلا بها word 2 مثلا. او مثلا اهنا الدف اقدر بداخل الدف اضيف مثلا اتش 2 اجي اكتب هنا اتش 2 ومن ثم top واكتب بها word 5. في حال لو اردت اضيف دف وبداخله اتش وان شون اسوي اجي اكتب دي اي في ممكن انطي اه كلاس راح اسمي مثلا بها وارد اضيف بداخله اتش وان اكمل هيتش اضيف بهذه الطريقة واكتب اتش وان ومن ثم طبعا تاب راح الاحظ انه راح اضيف لي الديف هذا الديف بي الكلاس وبداخله اللي هو الاتش وان طبعا بها طبعا هذه العمليات تبطينا سرعة رهيبة جدا وممكن تنجز لنا اكواد كثيرة بوقت قليل وحنا اجي نمسح كل هذه الامور نخلي فقط هنا انا بها. حس راح اجي اضيف ديف وطي كلاس مثلا اسمي بها فرح اجي اقول دي اي في ودوت بي اج دابل اي وطاب راح يكون لي هذا الديف طبعا هذا الديف بوسم بداية ووسم نهاية طبعا في حال لو صار عدي اكواد هناك كثيرة يعني هذه الاكواد الكثيرة ممكن اني ما راح اعرف انه شوكت البداية واين النهاية فبالتالي راح استخدم الكموند اللي هو التعليقات تعليقات هي عناصر مساعدة دليني على البدايات والنهايات او الملاحظات اللي يعني اريد اكتبها وبدون ان تظهر في المتصفح فقط للمبارمج راح يستفاد من عندها حتى اضيف ملاحظة اجي افتح وسم البداية واضيف اللي هو علامة التعجب وعلامتين شارحة بشكل مباشر هو راح يكتب لي الملاحظة راح اكتب مثلا ستارت ديف مثلا وممكن طبعا اخذ نسخ اضيفها هنا واكتب مثلا هنا اند ديف طبعا هنا اعدي هذه البداية فقط انه ملاحظة انه هنا يبدأ هذا الديف وهنان ينتهي هذا الديف اذا اجي اضغط على كونترول اس راح لاحظ انه ما راح يظهر عدي هذه التعليقات طيب اخيرا عندنا هذا اللي هو الاتشون لو حبينا نحاوله الى تعليق يعني انا هسا ما اريد يظهر اريد اخفيه حاليا شنه اسوي احدده واضغط على كونترول وحرف الضاء او علامة الاستفهام اللي هي بجانب الشفت راح يحول لي الى تعليق اذا اجي هسا احفظ واسوي رفرش راح يختفي ليش لانا اتحول الى تعليق لو اردت ارجعه بنفس الطريقة كونترول وعلامة الاستفهام راح يرجع ليها بشكل مباشر طبعا هذه الاختصارات مهمة جدا وراح تسهل علينا وساعدنا في انشاء وبرمجة الموقع نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة